السلام عليكم مين فينا ما بيحبش الياسمين او زراعة الياسمين سواء في البلكونة او فوق السطح او في حديقة المنزل كلنا بنتمنى يبقى عندنا شجرة ياسمين في المنزل النهاردة مع بعض نتعلم طريقة زراعتها بسهولة باستخدام عقلة فقط موقع زراعتها في البداية بيكون في شهر فبراير ومارس اول حاجة بنجيبها هي النهاردة نزرعها بطريقة مميزة جدا محدش عملها قبل كده وهي باستخدام زجاجة فقط اي ازازة ممكن نستخدامها اولا بنحضر اعواد الياسمين او العقل او عرف ممكن يطعوه من اي شجرة وتقطيعوه بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها قدامكم كده التربة اللي لازم تكون تربة خفيفة التربة اللي قدامكم اللي احنا نزرع فيها تربة رملية بعد كده بنغرس حوالي خمسة سانتي في التربة من الاعواد الياسمين الياسمين معروف برائحته الجميلة والازهار بتاعته المميزة المختلفة عن اي زهرة تانية بعدين بيتم رأيه الرأي بيكون كل اسبوع مرة او على حسب المنطقة المزروعة فيها جافة ولا راتبة يفضل برضو الرجوع للتربة اولا عند الرأي لو التربة لسه راتبة يبقى نزبر عليه شوية لو ناشفة يبقى نرويه ده افضل طريقة الرأي اي نبات وخصوصا في القسيس لو في الارض مباشرة هتبقى معروفة وده شكلها هوت بعد حوالي اسبوعين طبعا لسه ما تكونش معنا جزور لكن تكون عمل نمو خضري فقط بيتم تكوين الجزور على حسب التربة وعلى حسب المناخ ممكن تاخد لها شهر عشان كده يفضل نتركه في القسيس لفترة من شهرين لتلات شهور لو هنحتاج ان احنا ننقله في القسيس اكبر زراعته سهلة جدا نتمنى من حضراتكم لو محتاجين اي حاجة تسيبوني كومنت وشكرا والسلام عليكم ورحمة